معتز مطر معتز مطر ايضا كما قلت ناقح المستقجرة شغال اهم حاجة يطلع على الشاشة يقمد فلوس ويشتم يشتم بالاجرة كان في يوم الايام بيسبح بحمد الجيش كان في يوم الايام بيسبح بحمد الرئيس كان في يوم الايام بيسبح بحمد الدولة كان بيقول احنا من غير الجيش مناش قيمة هو ده اوه اللي قدامكم وبعدين لما خد بعضه عايز يشتغل عايز غيره خد بعضه وراء على تركيا فتحوله القنوات اشتغل خد فلوس ظن نفسه ان هو يستطيع ان يحرك الجماهير ظن نفسه ان هو يعني واحد من الساسة او الزعماء السياسيين ويطلع منتفق الاوداج وهو بتكلم بيحاول ان هو اليهيج الشعب المصري ويبث فيه نوع من الاحباط واحد اقل ما يوصف به ان هو رخيص معتز مطر رخيص ودايما بيتكلم وقولك ابويا مات وما حضرتش جناسته واخويا مش عارف مين وامي مين وانا ابويا يا رجل ابوك ما عرفش اي ربيك ولا امك عرفت ربيك وباختصار شديد انا بقول لما واحد يطلع يشتن بلده بهذه الشكل لما واحد يطلع يهاجم بلده بهذا الشكل هل تستكثرون على مثله ان اطلق عليه ابن حرام انا بقول بشكل واضح واحد يطلع يقول لك ده نشأت بيسب امهات المصريين حاشا لله وانا مصري ابن مصرية لكن دول نبتات شيطانية معتز مطر نبتة شيطانية وانا قلت عليه زمان ده عبارة عن نطفة محرمة في رحم الموبوء قلتها زمان وانا متمسك بما قلته معتز مطر ده انا مش عارف له ميل اصلا اشتركوا في القناة